وأكد الغريري أنه حتى الآن لم تقدم لجنة النزاهة أو الحكومة أسماء الفاسدين محملاً الحكومة والنزاهة مسؤولية عدم محاسبة الفاسدين بعد التأخر لسنوات في كشف أسمائه هذا المفروض لجنة النزاهة ليس في هذا الوقت وهذا الوقت الذي يعتبر الوقت الضائع أما يجب عليهم من سنوات لحد هذه اللحظة لا أن نزاهة قدمت أسماء ولا الحكومة اليوم الحكومة قدمت بعض من الأسماء اللي هم مفسدين وكان هناك كلام إلى رئيس الوزراء دكتور حيدر العبادي ما بعد داعش ما بعد الخلاص من العصابات كيف تكون هناك مطاردة للفاسدين وكيف تكون هناك محاسبة لكل مفسد اللي هو سرق مال العراقيين أو توجد عليه قضايا جنائية فهذا الأمر لم يحصل فكان هناك كلام فهذا الأمر متروك للنزاهة وللحكومة ليس في هذا الوقت وإنما كان لسنوات اليوم بعض المفسدين اليوم صاروا لهم من 2003 ولا حتى هذه اللحظة وخلال السنوات الماضية فهذا الأمر لم يكن وتتحمل المسؤولية الحكومة وتتحمل المسؤولية اللي نزاهة يجب أن تقدم الأسماء وتعلن عن الأسماء وتعلن أمام الحكومة نعم الأسماء تتحول إلى الحكومة